موسيقى السلام عليكم البنات كيف تكونوا بحرين كيف تشوفوا اليوم نصور لكم وانا نزال في الزنقة اليوم ان شاء الله نشارك معكم في الفلوغ ونشارك معكم كذلك واحد الصيفات تحضيرها لرمدان كيف العادة نقول لكم مرحبا بكم معايا في الفيديو اليوم ان شاء الله كيف تشوفوا ساحب تلوبنا نبتل هذه الضويرة ونتغدام معها وكذلك ندوزوا الى واحد مناظر في الطبيعة صراحة غزالة كيفما نشارك معكم شوفوا على خضورية تبارك الله نحن هنا ننفل بالموتور كيفما تعرفوا ونمشي عندهم نشوفهم نشينا صراحة بكري ونحن نعود للدار كيفما نشاركها معكم تحصلوا بكثير البنات اللي سولوني فاتيش ما زال ما وجدتي فاتيش ما زال ما دلتيش هاد العام هاد العام ضروري هاد العام خصنا نوجده ضروري كل عام سبحالله كل عام سبحالله مرحبا بكم في القناة نشاهد الفيديو لا تنسى لكم اشخاص ونشاهدوا تعليق ونشاهدوا 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 لا تنسى لكم مرحبا بكم في الفيديو ونشاهدوا يا ليل وسيه مي يليل دويجح يغاليل ويا ليل يا ليل فجه مي يليل واسيد معي يا غاليل ويا ليل يا ليل طفل المتحرك هل أنت الكريف يمكن أن أدخل سعيد لماذا تتمكن ؟ 妳 تأخذت انتظار لا و basil و هذا هو غضيوه فهذا قادمة لقد كنت سريعت نتأخذ نبق اسمنا جميع المشاهدين وجميع المسلمين يا رب العالمين حقكم في الجنة البنات وشكرا لكم ازاف اصحاباتي على هذه الغذيوة هنا البنات بعد ما رجعت للدار قايت ماما جابت لي منتازة هاد الاكلة هادي كتحمقني كلي كيقولها الشماخ كلي كيقولها الجمار كلا واحد واشنو كيقول ليها عندي العمر فيها البنات اللي بقرت انا لنشاركها معكم ما عرفتش واش كتتعرفوها ولا لا كيف ما كتشوفو كننقعوا لها هاد الجديرة هادو كننقلو شك يقولو مودينات شك يقولو من الوليدات كل واحد واشنو كيقول ليهم جربوهم البنات اللي لقيتوهم في السوق هاكا وما عرفتوها شغير خدوها راها كتن كل شي حاجة واعرة صراحة صدقت فيها المرأ ولادة ماشي عاقرة كيف ما كنقلو كيف ما كنقلو سبك لها فيها الوليدات وخاهم كيف ما كنقلو حاشا كم زبلوا كتر منه ورح كيل البنات والفيتامين شغادي موليكم ذاك شي فيها زوين وانا لما تقربت جيمة مصر حانا تلها في هاد جيمة ميرات هنا يا امني كنت فتاهك كان قرار الناس كانوا يحمقوني ومنش صومة مشات قلت لها وانا ماما منش كني جاي يدبر لي عليهم ونجي بيهم قلت لي راه ما كاينج ويرشاريهم ومخلياهم سامشت لعندها لضاق عد عطاتهمي صراحة الناس فيها واحد ما تقذ به وانا موهم ناس اللي وكلينه ولي كيعرفوه موهم دا بقنا نرى كناكل سي محمد ما كيحملش هاد شي نزار شوية كي يضو قوي يرجع دير بحال القوق كتبقى يتنقي وكتتاكلي ذاك الروايسات كتنقي وكتاكلي ومن بعد كتقطع ذاك الجدير دياله وكتاكليه بحال القوق ولا بحال ذاك الريوس القنارية مهم بكيني مزاف اللي حويج بحاله وغير كل وحده والمادق دياله الصراحة غزال بزاف 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 انا غادي لنا كل عمان سالي وتقول ماما تهياجات ونكملو ذاك ساعات نشارك معاكم الشي هوات اللي طلبتوا مني واخدك شي غادي يكون شنطن بالزرباز عمارك ومعارفين ماشي فيديو مخصص بالطبخ وديما كنقولها لكم نرمعه شي طباخه اخذكم راه على قد الحال هنا البنات خذينا كاو كاو وحمرناه وطحناه كيف ما كتشوفو وهنا يزو اللوز عفو انت هو حمرناه وطحناه والجنجلان كدليك هنا سكر غلاسي وهنا يالقرفة وهنا يالبنات اللوز للتزين واضافاتها كاللي بغينا هنا حبت حلاوه والنافع عينكم ميزانكم وهنا الجنجل عن ديروه صحيح وهذا هو الطحينا البنات اللي حمرنا كيف ما كتشوفو حدرنا هنا يطحي الحرش البنات كي يجي غزال وصحي حسب الفرصة البنات غير يجربوه ما تخلطوش كي يجي غزال بزاف 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 مهم انا هنا غادي نعاون ماما الصراحة هي اللي مكلفة بكل شيء عاوناتني فيه اللي يخلي لها صحيحة ويطول في عمرها اللي ها وبابا وجميع الوالدين في المكان يخطيهم على ولداتهم هذه المكوبينات كان من البنات غادي نديروهم هنا في بانيون كم معارفين عن طريقة اللي رادت لكم هاتش يعني بختصار باش تعرفوا يعني اذا بلا ما درنا شكز قولوا ما درتوش درنا كنقوها زين دبيلا والله القاسم سوف ندرنا شوية دي الملحة ضرورة البنات الملحة في اي اوكلا لعلى عين الشيطان كيفما كان قولوا ضروري وغادي نديرو هنا يا سكر غلاسي ديانا كيبقى على حسب ما الحسب انتم با ودوق ديالكم كل واحد واشنو كيف يفضل سافي ماما هنيا غادي تخلط داك المكوناتنا شفين وهنا انا غادي ندى نخوي ليها الزيت اللي سخنها اللي لقبل البنات حتى غلات مزيان مزيان هذه الطريقة يعني راكم عارفينها غنية عن تعريفتها كتسخن الزيت وقديرو غير القياس ودلكوه مزيان مزيان ومن بعد نرجع معاكم باش نوريكم الشكل النهائي وهنا البنات انا غادي نصب هنا يا بسطيلة كيفما كتشوفو شلط تبصيلات كبار وربط المعنوس وخريط الدجاجة على حسب العبار اللي بغيت انتم ما عندي الكعبة ويبزار وشوية ديال الملحة بنسبة الكعبة هو زنجبيل او سكينجبير غادي ناخد الكوكوت ديالي هندير فيها هنا يا البصلة اللي قررت قياس شي خمسات البصلات كبار هكاك شحل ما كانت البسطة يعني ما كتضربش في الندم كتجيز بينها وغادي ندير فوق منهم جيجة وذك الربيع والعطرية ديالنا وغادي نضيف عليهم ثوماء بودر اه صراح اللي كتعطيتها يا نسمة زوينة كلي كيديرها وكلي ما كيصراحة كيستغنع عليها غادي ندير هنا يا الخرقوم او الملوين غدائي كيبقاتها هو اختياري وكذلك غادي نضيف زيت العود وغادي نخليها تشحر مزيان 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 هنا تطابط لي البنت وحيت ذاك الجيجة خليتها تستقطرف واحد شبيكة غادي نديرو جوج كيسان ونص ديال سانيدة طبيعة الحال اللي بغا الحلوة بزاف اللي بغاها يعني غير انتو ما كتديرو القياس ديالكم احنا هنا صراحة تعجبنا حلو ورقة مالحة كدجاجته هو مالح دكشي علاج غادي نديرو جوج كيسان ونص وغادي نضيف عليها هنا يا القرفة كتبقاتها هي اختياري يعني على حساب الرغبة ديالكم لانك تجبني نسمة ديال القرفة اللي بناتك تجي غزالة بزاف غادي نخلط هذه المكونات مزيان خليها تزيتت نشوف لنا شوية من الماء مشيش نشيف بزاف حي ما زال غادي نفقيو عليها البعد هنخليها شوية غلي تشرب لي ذاك سانيدة وهنا يبدينك نفتو ذاك الدجاجة ديالنا غادي نحاول عني ننقعوها نمشوها كل واحد واشنو كيقول من ذاك من ذاك العضيمات غير ضو البال وصافي ما تسفلت لكم شي عضي وغادي نضيفو هنا يلبنان ستناش البيضة احنا كنديرو غير عشرة ديال البيضات ولكن انا هنا ستناش البيضة حيث عندي البصلة قليلة وحيني وخاك تديرو الكيميه كبيره وانيك تدات طيب البصلة لك تقلال هذي عناها غنية نتعليفو را كل شي عارفها هذي ندير تناش البيضة وبطبيعة الحال غادي بقام قبلهم هكا بتحرك مزيان مزيان تاكي تبيصروا تاكي ندامجوا مع بعدياتهم تاكي تجانسوا مع بعدياتهم وغادي نوريكم من بعد الطريقة باش غادي نصابوا البسيطلات ديالنا مهمة البناس كيفما كتشوفوها والدجاج ديالنا من نفتتنا كيفاش جاء وبطبيعة الحال هنا الدقيق والماء لحسب الاختيار وهنا يالبناس عندنا اللوز اللي هرمشناه مقليء ومهرمش الضروري البناس كيديروه بالنسبة لبسطلة الملحين نراه ضروري هنا ما مرة بدات كتصابوا البسيطلات صراحة انا بريدكم غير شوية حيث انا عانديرهم في الكونجيلاتور يعني ما غاديش نطيبهم دابة تحضيرات هما داخلين في التحضيرات وصافي اللي بغي يخلط دجاج مع اللوز يخلط اللي بغي يدير طبقة يدير اللي بغيته انا هنا يالبناس ماما كنا سحب لي غادي نديروها غير بالماء والبطحين كتلي ماما اللرا كتجمع بصفر البيض محولي كتجمع بصفر البيضة وكدهني كدلك الورقة بالزيت او لا بالزبدة احنا هنا ماما دارت كدهنها في الول بالزيت ومني كتجي تسدها كدهنها هكا باصفر بيضة وكي يجي شكل ديالهم كريستيجا لبناس كتجي يغزال هاد اللفة اللي كتدير هنا يا ماما كتجي رائعة اللي بتشوفها من الكاتطيب كيفاش كتجي ضروري نخلي لكم شي حبيبات نطيبهم منها نضوقها نشوف كي يجات منها نشارك معكم يعني الشكل النهائي يعني ما يوصل الشهر الكريم ان شاء الله ويصر نهير ديال استيدنا رمضان ان شاء الله ما بقوالو يبقى هاد النهائرة هادا ونسمحو ساهمين صراح الاجواء دروم دهن كينخص نهox نهير صلاة ووف تفتح المساجد وان شاء الله يا ربي ليه لا تر�ب في وجه شي مسلم اسا فيه غاديت حيدة هنا ضرء اللولا وشمحوا له وهنا و ردieron لتاخذ ورقة واحدة اخرى بالنسبة للورقة اللي بنات فيه عند نفس المحال اللي هدرت لكم عليه غاديت غاديت اما اخذوه هكا كدوا برات صغار اما اخذو لكن كبيرا ومقطع القياس كبيرا وماما قطعتها على القياس هذا وهذه الطوية لا تبعدوا ما بين الطوية و الطوية دعوها مسافة تكون قصيرة لكي يأتي الخطيطات في الوسط تأتي بحالة رزيمة انا عجبتني وحمقتها مسكينة لا بغيت هذا الشكل لا بغيت هذا الشكل لكي نعطيكم صورة لتنال تستفيدوا منها لكي يجبكم دائما الجادية تباك الله كل شيء يمتويل كل شيء حادق نخطيكم علينا سوف تسدها بالبيض ونجعلهم في جنيب ومن بعد ندهنهم بزبيدة وندخلهم من الفرام ونرجع معكم وهذه البساء ثلاثة كيف لا ترى زينتهم بالمالح ونحن كذلك وسوف نحوك ونجعل من الفروماج ونحن نحوك وهنا نحوك سوف يدخل لديهم الغزال يدخلهم الفرن و دهنهم بزبدة و دهنهم بزبدة بجميع و اعطوهم اوضع في الطياب حقكم فجلنا البنات وسبك الله مع هذا العواشر الخير مخططة دار اللهم ادمها نعمل لنا والجميع المسلمين يا ربي وده بغا دي نوريكم البنات هنا سلو دينام بعد ما زينناه وحطناه في صحل التقديم كيف ما كتشوفوه زوقناه بهات شكيه الهكا كنتمنين الاعجاب ديالكم وصافة البنات الفلوك ديالنا او الروتين ديالنا انتهى هنا كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعة اعوش لكم بروكا مرة اخرى ورمضان مبارك يدخل عليكم بالصحة والسلامة والرزق ورفع البلاء ان شاء الله ياربي شكرا لكم من المتابعة وما تنسوش خطكم من لي لايب وموحد تعليق والبرتاج واسلام عليكم